عقدت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصح اجتماعا مع أعضاء اللجنة التنسيقية لأعمال بعثة الحج الطبية وعضاء اللجنة الطبية ببعثة الحج للعام الجاري 2017 ميلادية وذلك للتأكد من استكمال كافة متطلباتهم واستعدادهم التام لرعاية حجاج بيت الله الحرام وتوجيههم لتقديم أفضل الإمكانات والخدمات الصحية للحجاج والوقوف على راحتهم والاهتمام بصحتهم ووقفت سعادة الوزيرة على آخر استعدادات اللجنة لحج هذا العام وأثنت على أعضاء الوفد متمنية لهم التوفيق في هذه المهمة وأن تكون موفقة كما كانت عليه في الأعوام السابقة حيث لقى عمل اللجنة خلال موسم حج العام الماضي كل الاستحسان والإشادة وأضفت أنه على الوفد أن يخدم بأقصى طاقته ضيوف الرحمن ولابد من الاهتمام بالبعثة البحرينية حتى يعود كل الحجاج البحرينيين سالمين إلى أهاليهم مشيرة إلى ضرورة الاهتمام ببرامج التثقيف والتوجيه لخلق بيئة مناسبة لأداء هذه العبادة المقدسة وأدعت إلى ضرورة تقييم أعمال اللجنة بعد نهاية موسم الحج المبارك ورفع تقرير لسعادتها مدعم بالحصاءات للوقوف على الإيجابيات وتعزيزها والوقف على السلبيات وتلافيها في المواسم المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر